بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخامسة من الوحدة الثالثة الإخفاء تعريف الإخفاء لغة الستر والكتم كما مر في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه أي تكتمه وتقول أخفيت الشيء بقطعة القماش بمعنى سترته بها إذن لغة الستر والكتم أما اصطلاحا فهو نطق النون الساكنة أو التنوين بالغنة عند حروف الإخفاء بمعنى أنه إذا أتانا نون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف من حروف الإخفاء فإننا نعطي النون الساكنة والتنوين غنة واضحة ونلفظ بعده حرف الإخفاء سليما من أي شيء حروف الإخفاء خمسة عشر حرفا هي باقي الحروف إذا استثنينا حروف الإظهار الحلقي وحروف الإضغام وحرف الإقلاب فيبقى من حروف اللغة خمسة عشر حرفا مجموعة في أوائل البيت التالي صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقاضع ظالمة فنأخذ من الكلمة الأولى حرف الصاد ونأخذ من الكلمة الثانية حرف الذال والكلمة الثالثة الثاء والرابعة الكاف والخامسة الجين والسادسة الشين والسابعة القاف والثامنة السين والتاسعة الدال والعاشرة الطاء والحادية عشرة الزاي والثانية عشرة الفاء والثالثة عشر التاء والرابعة عشرة الضاد والخامسة عشرة الضاء فيكون مجموع حروف الإخفاء خمسة عشرة حرفا ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك فلا يتسع المقام لذكرها جميعا اسمع منكم يوما كان ومن كان فبالمثال الأول منكم نقول أخفينا النون الشاكنة عند الكاف لأن الكاف من حروف الإخفاء وفي المثال الثاني يوما كان أخفينا التنوين عند الكاف لأن الكاف من حروف الإخفاء وبالمثال الثالث ومن كان أخفينا النون الشاكنة عند الكاف لأن الكاف من حروف الإخفاء وملاحظ في هذه الأمثلة الثلاثة أنها تكون في كلمة مثل منكم وتكون في كلمتين مثل يوما كان ومن كان هذا الإخفاء هذا الإخفاء له مراتب فليس هو على مرتبة واحد فأعلى درجات الإخفاء عند حروف الطائ والتائ والدال وأدنى عند القاف والكاف وأوسط عند باقي الحروف وشاهدوا الإخفاء من التحفة والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاثنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما والحمد لله رب العالمين